اشتركوا في القناة والكثير من الأسئلة التي لا زالت تحير الفقهاء والعلماء والمفسرين ونشأ من خلالها أحزاب ومذاهب وفرق وحدثت اختلافات كثيرة أيها الأحبة العلم اللدني العلم الذي أعطاه الله عز وجل للعبد الصالح سيدنا الخضر عليه السلام هذا العلم تستطيع أن تفسر به الكثير من التساؤلات مثال اليوم تقع هذه الحروب والكثير من القتل يحدث لماذا؟ حقيقة العقل البشر يعجز لماذا نرى الملحدين يتفوقون على المسلمين؟ المسلم الذي يقول يا رب نجد القتل والظلم يحيط بهم بينما الملحد ينعم بهذه الدنيا ويعيش حياة فارهة لماذا؟ طيب هل يرضى الله الظلم لعباده؟ حيشاه سبحانه وتعالى طيب لماذا خلق الله إنسانا ثم يضله كما في نص القرآن الكريم الله تعالى يقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء طيب أين نجد جوابا لمثل هذا السؤال؟ يعني من غير المعقول منطقيا وعلميا وعقليا أن الله يخلق إنسانا ثم يضله لماذا؟ وهو أرحم الراحمين الله تعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا طيب لماذا لم يشاء سبحانه وتعالى؟ هذه أسئلة على فكرة كلها يطرحها الملحدون وهناك أناس انزلقوا وتاهوا في غياه بالضلال وضلوا عن طريق الله سبحانه وتعالى بسبب التفسير الخاطئ طبعا المؤمن أخي الحبيب ماذا يقول؟ والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فالإنسان الراسخ في العلم هذا لسان حاله يقول آمنا به كل ما جاء في القرآن آمنا به كل من عند ربنا سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها وبالتالي أيها الأحباء نريد أن نبحث قضية الإنسان مسير أم مخير هل الإنسان مجبر على الإيمان؟ هل هو مجبر على الكفر؟ هل كتبت أعمال العباد قبل خلق السماوات والأرض؟ يعني هل الله كتب على الكافر أنه سيكفر ويدخل النار؟ وكتب على المؤمن أنه سيؤمن ويدخل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك في حديث صحيح أن كل ابن آدم كل إنسان إلا وكتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار قبل أن يخلق الله الكون عندما خلق القلم أول ما خلق الله القلم وأمره أن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة إذن أعمالنا مكتوبة طيب الكافر يعترض على هذا الفهم يقول لك إذا كان الله موجود وعادل ورحيم لماذا لم يخلق البشر كلهم محبون مسالمون وهو طبعا قادر على ذلك لأنه رب العالمين وهو يقول في القرآن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من الجنة أي من الجن عالم الجن وفيهم إبليس وفيهم الشياطين وفيهم الجن الفاسق لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين طب لماذا حق قول الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته وهو خلقهم وهو قادر أن يخلق إبليس مؤمنا لا يعجزه شيئا طب لماذا نريد أن نفهم أيها الأحبة هنا أنا وجدت مدخلا لفهم كل هذه القضايا الشائكة تفسر لنا لماذا يحدث هنا زلزال فيموت الأب القوي بينما تجد طفل رضيع يمكث أياما تحت الركام ثم يخرج للحياة ورأينا هذا كثيرا ما الذي فعله الأب ما الذي أبقى هذا الطفل على قيد الحياة على رغم من ضعفه طب لماذا تحدث كارثة في بلد مسلم يقولون يا رب وبلد ملحد لا يحدث فيه شيء لديهم تكنولوجيا متطورة وأبنية مقاومة للزلازل مثلا تقيهم شر الزلازل كل هذه الأسئلة أيها الأحبة الحقيقة يعني أنا شغلت تفكيري سنوات طويلة ولكن وجدت شيء في القرآن هو ما سماه العلماء العلم اللدني ولكن حتى نفهم هذا العلم يجب أن ندخل إلى أعماق سورة الكهف وسورة الكهف سميت بالكهف لأنها حقيقة فيها أعماق فيها يعني تعلمون أن بعض الكهوف تسير فيها أحيانا مئات الأمتار ألاف الأمتار متعرجة ويعني فيها تعقيدات يعني سورة الكهف سميت بالكهف طبعا لأن فيها قصة أصحاب الكهف ولكن لأن فيها آيات عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى مثل قصة الخضر الفريدة في القرآن لم تذكر إلا في سورة الكهف وهذه القصة على فكرة يعني قبل أن ندخل في أعماق هذه القصة هناك معلوبة لطيفة يعني أنني عندما كنت أعد كلمات القرآن وحروف القرآن هذه القصة قصة سيدنا الخضر مع موسى عليهما السلام وضعها الله في منتصف القرآن في منتصف القرآن حتى لو أخذت يعني بشكل تقريبي القرآن ثلاثون جزء القرآن ثلاثون جزءا في منتصف القرآن نهاية الجزء الخامس عشر وبداية السادس عشر لو ذهبت للقرآن وفتحت على نهاية الجزء خمسة عشر بداية ستة عشر تجد هنا قصة الخضر لأنها من أغرب وأعقد القصص وهي تقع خارج حدود العقل البشري يعني قبل أن نتأمل هذه القصة وهي قصة رائعة جدا وتفسر لنا الكثير والكثير من التساؤلات التي تشغل بال الناس كثيرا ولم يجدوا لها حلا حتى الآن تخيل أخي الحبيب أنك تسير في شارع ورأيت رجلا يمسك بحديدة مثلا فيكسر زجاج سيارة ثم يجد شخصا يضربهم ثم يصادف طفل بريء فيهوي بهذه الحديدة على رأسه فيفج رأسه ويحطم رأسه ويقتله يقتل هذا الطفل هذا أمر مرعب أي واحد مهما بلغ من العلم عندما يرى هذه المشاهد سيقول هناك احتمالين إما أن هذا الشخص مجرم أو مجنون يعني إذا كان له عقل إذا كان بكامل قواه العقلية إذا هذا مجرم مخرب يفسد في الأرض إذا أردنا أن نعطيه مبررا ورأينا أن دماغه مضطرب نقول مختل عقليا طيب هل يعقل أن سيدنا الخضر كان هكذا لا الله عز وجل ماذا يقول فوجدا عن سيدنا موسى وفتاه فوجدا عبدا من عبادنا انظر كلمة من عبادنا يعني اصطفاه الله من بين الناس نسبه لنفسه من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما والموقع الوحيد في القرآن الذي ذكر العلم اللدني هو هذا الموقع فقط يعني العلم اللدني لم يؤتى لسيدنا موسى أو لأي من الأنبياء ولكن أوتي للخضر حسب نص القرآن لو تأملنا القرآن وبحثنا عن كلمة لدن أو لدن أو لدنه سبحانه وتعالى نجد أن الله يؤتي من لدنه أجرا عظيمة يؤتي من لدنه رحمة مثلا رزق كذا أما العلم اللدني فقط في هذا الموقع اختص به الخضر عليه السلام وأغلب الروايات تقول إنه ليس رسولا إنما هو عبد صالح فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر فيه ميزة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علما في آخر القصة سيدنا الخضر ماذا يقول وما فعلته عن أمري إذن العلم اللدني نستطيع أن نستنتج أول نتيجة أنه يحدث بأمر الله يعني هو مبرمج هكذا ليس فيه اجتهاد نحن علومنا فيها اجتهاد والقاضي يجتهد قد يصيب وقد يخطئ والمفسر يجتهد والفقيه يجتهد لذلك ظهرت الاختلافات كثيرة بين الفقهاء لأن العقول تختلف والأفهام تختلف فنجد أن نشأت المذاهب الإسلامية مثلا ونشأت الخلافات حول تفسير القرآن حول الطوائف والمذاهب والفرق إلى آخره الذي يميز العلم لدني أنه ليس فيه اختلافات لأنه كما قال الخضر في آخر القصة وما فعلته عن أمري يعني يتم بأمر الله ولا يتم هذا العلم اكتسابه اكتسابا من البيئة الخلاء هو من عند الآتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما مبرمج هكذا طيب الآن سيدنا الخضر لو نظرنا إليه من بعيد وهو يخرق السفينة ويقتل الغلام طيب هذا السلوك عشوائي بالنسبة لعقولنا طبعا السلوك فيه فيه أمر منكر لأن هذا الغلام عندما رأاه سيدنا موسى رأى فيه علامات البراءة براءة الأطفال لذلك عندما قتله الخضر ماذا قال له موسى قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لماذا قال زكية لأنه وجد فيه براءة الأطفال الإنسان بريء طفل غلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا سيدنا موسى على الرغم من أنه صبر كثيرا على بني إسرائيل أربعين سنة وأكثر ولكن لم يصبر على الخضر في ثلاثة مواقف فقط انسحب لم يتحمل على رغم من أن موسى عليه السلام كلم الله وموسى هو أكثر نبي ذكر في القرآن وأكثر قصة ذكرت في القرآن هي قصة موسى انظر على رغم من ذلك لم يفهم لم يدرك والخضر ماذا قال له عندما قال السيدنا موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يعني شيء أنا يرشدني إلى الصواب وهذه القصة أيها الأحبة لها سبب إن شاء الله في اللقاءات القادمة سنتأمل سبب هذه القصة الخضر ماذا قال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا العلم الذي لدى سيدنا موسى علم اكتسبه وبالفكر بالتفكير بالإخلاص بالعبادة بالإضافة لعلم الله أكرمه به وهو علم التوراة والحكمة ولكن علم الخضر مختلف علم الخضر فيه ممزوج بعلم الغيب الذي هو من اختصاص الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إذن العلم اللدني حتى يعني أنت تدرك هذا العلم تحتاج إلى معرفة الغيب ومعرفة الغيب لا يتم إلا بإلهام من الله مهما اجتهت لا تستطيع يمكن أن تخترع قنبلة ذرية تكتشف علاج لمرض تفعل الكثير تستنبط من القرآن معلومة جديدة أما العلم اللدني يحتاج إلى علم الغيب وعلم الغيب اختص الله به نفسه ولا يطلع أحدا من عباده إلا بما شاء ولهدف وحكمة طيب انظر معي إلى هذين الموقفين المتعاكسين لتفهم معي شخصية الخضر وتفهم من خلالها لماذا ذكر الله هذه القصة لمجرد أن يسلينا يعني أو لمجرد أن يقول وفوق كل ذي علم يعني هناك أعلم من موسى لا طبعا الله عز وجل ذكر هذه القصة ليقول لنا إن الخضر ليس هو الوحيد في الكون هناك نظائر للخضر قد يكون من حولك ولكن أنت لا تدركه وهؤلاء الله يخلقهم لحكمة وهدف وهم جزء من نظام الكون ولكن نحن لا نحيط خبرا بهذا الأمر يعني لماذا أصلا خلق الله الخضر ولماذا ذكر قصته وأنا كمؤمن ماذا سأستفيد إذا علمت هذه القصة ما دمت لا استطيع أن يطبقها أنا لا أحد يستطيع أن يعلم الغيب فيقتل غلاما لأنه رأى أنه سيكون كافرا في المستقبل ورأى أن أبويه صالحان ورأى 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 وعلم الغيب لا يستطيع أحد أن يدخل في هذا المجال طب لماذا ذكر الله هذه القصة إذن هناك أهداف سنتأملها أيضا أحبا ولكن أريد أن نتأمل هذين الموقفين المهمين جدا الخضر عندما ركب في السفينة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب السفينة عرفوا هذا الرجل الصالح فأكرموه ولم يأخذوا منه أجرا ويعني بالغ في إكرامه هو وموسى طيب سيدنا موسى ماذا توقع من الخضر توقع منه أن يرد لهم الجميل أن يقول لهم جزاكم الله خيرا أن يقدم لهم خدمة مقابل هذا خرق السفينة تخيل تخيل معي أخي الحبيب لتدرك أبعاد هذه القصة يعني أنت أديت لشخص معروف استضفته عندك وركب مجانا ثم يكسر لك زجاج السيارة مثلا أو يخرق هذه السيارة طيب السلوك غريب جدا غير منطقي لذلك هنا سيدنا موسى على الفور اعترض لم يتحمل قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امر عجيب وغريب وفيه شيء من يعني أمر منكر نوعا ما ولا يصح وفيه الظلم لهؤلاء الناس المساكين يعني هؤلاء يعملون وأكرمونا ولم يأخذوا أجرا مننا وأركبونا في السفينة ركبنا فيها بكل يعني بكل رفاهية ثم تكافئهم بأن تخرق هذه السفينة وتقتلع لوحة من ألواحها لتغرق أهلها يعني سيدنا موسى محق على فكرة في هذا الكلام فيقول له الخضر عليه السلام كل هدوء كل برود أعصاب ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر والله يحب هذه القصة من أغرب القصص في القرآن طيب الآن سأخذك إلى الموقف الأخير عندما ذهبوا إلى قرية عندما ذهبا موسى والخضر إلى قرية أصحاب هذه القرية كانوا لآمن أساءوا معاملة الخضر ورفضوا استضافته ولم يقدم له قطرة ماء كانوا سيئين جدا يعني فيهم صفات اللؤم وفيهم صفات الجحود والنكران والبخل والشح فإذا بسيدنا الخضر يجد جدار يعني على وشك أن أن ينهدم جدار قديم مهترق طيب السلوك المنطقي هنا ما هو إنسان أساء معاملتك ورفض أن يعطيك أي شيء ولم يضيفك ولم يستقبلك السلوك المنطقي أقل شيء أن تتركه هو تذهب لا سيدنا الخضر جاء لهذا الجدار المتهالك فجاء بالمواد البناء وجاء بأدوات البناء واشترى هذه الأدوات وبدأ يقيم هذا الجدار ويجعله من أجمل ما يكون السلوك عكسي عكسي المنطق هنا سيدنا موسى لم يتحمل هذا المشهد قال لو شئت لاتخذت عليه أجر طيب يعني أصحاب السفينة الذين أكرموك تخرق لهم السفينة وهؤلاء الذين اللئام الذين أساءوا معاملتك تقيم لهم هذا الجدار وأصلا هذا الجدار لا معنى له يعني حتى لو تركه يهدم لا قيمة له لماذا تقيم جدار ليس له أي قيمة وتتكلف عليه فسيدنا موسى هنا فعلا لم يستعب على الرغم على الرغم أنه كليم الله كلم الله قال تعالى وكلم الله موسى تكليما تأكيد وموسى من الأنبياء أو الرسل أولي العزم وموسى كما قلت لكم صبر على بني إسرائيل في عبادتهم للعجل في كفرهم في إلحادهم في اتهامهم لله في الفقر بالفقر قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ولا يعذوا بالله وقالوا أيضا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كل هذه المواقف الصعبة جدا التي لا يتحملها أحد تحملها سيدنا موسى وعندما أمرهم بدخول الأرض المقدسة قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون انظر إلى هذا السلوك الإجرامي في حق سيدنا موسى وفي حق الله عز وجل أجرموا على رغم من ذلك صبر عليهم ولكن لم يستطع أن يصبر على الخضر ثلاثة أيام صبر ثلاثين أربعين سنة على بني إسرائيل وأذاهم لم يستطع لماذا؟ لأن علم الخضر علم لدني يعني خارج المنطق خارج حدود العقل لا تستطيع أن تستخدم عقلك لتفسره من هنا أيها الأحبة سوف نتعمق في اللقاء القادم إن شاء الله في هذه القصة بشكل أعمق ثم نبدأ ب يعني معرفة لماذا يضل الله الناس هذه قضية الملحد لا يفهمها يقول لك إلهكم مضل إلهكم يمكر إلهكم متكبر إلهكم كذا هذه القضايا يمكن أن نفهمها في ضوء العلم اللدني أي خارج حدود العقل والقرآن أخبرنا بالتفصيل عن هذه القضايا بالتفصيل ولكن لكي نفهمها يجب أن نتخيل أن مثلا مثلا أحبتي في الله قبل أن أنهي لو اعتبرنا هذا هذه هي دائرة العقل هذه هي دائرة العقل العلم اللدني أحبتي في الله هنا هنا العلم اللدني خارج دائرة العقل مفتوح العقل محدود مثل هذه الدائرة محدود العلم اللدني ممتد فالقرآن فيه العلم البشر العادي العقلي المنطقي وفيه العلم اللدني فلذلك نحن إذا أردنا أن ندخل إلى هذا العلم سوف تدخل في اللا منطق ولكن عندما تفهم الحكمة من ذلك كما فهمها سيدنا موسى سوف ترتاح سوف تدرك هل الإنسان مسير أم مخير هل الله بالفعل كتب أعمالنا هل الزواج فعلا مكتوب عليك لا تستطيع أن تغيره هل كلامي أنا هذا الذي أتكلمه الآن وحركة يدي مكتوبة ومقدرة ولا أستطيع أن أغيرها لاحظ أخي الحبيب كل هذه الأسئلة تستطيع أن تراها بسيطة جدا ولكن إذا خرجت خارج حدود العقل المحدود لأن عقل الإنسان محدود لذلك الراسخون في العلم ماذا يقولون كل من عند ربنا سواء كانت المعلومة التي يقدمها لك القرآن داخل حدود العقل البشري أو خارجه سواء كان بالعلم العادي البشري العقلي المنطقي أو العلم اللدني اللامحدود وبالتالي أخي الحبيب أنا أريد منك يعني خلال هذه السلسلة إن شاء الله أن تتابع معي لكي نستفيد لأننا في كل لقاء سنتحدث عن قضية مهمة جدا وتهم كل واحد منها وتشكل هذه تساؤلات في عقول الكثيرين للأسف احتار فيها العلماء المفكرون عبر 1400 سنة ولكن نحن من خلال يعني قصة سيدنا الخضر ومن خلال ما جاء في القرآن من آيات يعني أنا أعتبرها من العلم اللدني الذي لا تستطيع أن تفهمها بالمنطق العقل يجب أن تخرج خارج حدود العقل سترتاح جدا وهذا أنا ما حدث معي حقيقة يعني يعني أنا بعد أن اطلعت على هذا العلم واطلعت على آيات القرآن كل شيء أصبح بالنسبة لي منطقيا يعني الله يخلق إنسانا يكتب له النار هذا الإنسان سيكون كافرا سيعذب في نار جهنم وإنسان آخر تكتب له الجنة ويكون صالحا وهذا هو العدل الإلهي أنا بالنسبة لي استوعب هذا الكلام تماما ولكن كثير من الناس قد لا يستوعب يقول لك لماذا يعني لماذا كتب الله علي المعصية لاحظت أخي الحبيب لأن كل شيء مكتوب الله سبحانه وتعالى يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطم ولا يابس إلا في كتاب مبين طيب هنا يتساءل الإنسان طيب الله كتب على فلان الضلال ثم يعاقبه بنار جهنم هنا حتى تفهم هذه القضية يجب أن تدخل في بحر العلم اللدني لأن سيدنا موسى مع الخضر عندما ركباه في السفينة جاء عصفور ونقر قطر من ماء البحر فقال له سيدنا الخضر لموسى قال له ما علمي وعلمك بالنسبة لهذا البحر إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره يعني علم الخضر وعلم موسى بالنسبة لله كقطرة صغيرة من ماء هذه البحر لا شيء وبالتالي أيها الأحبة إن شاء الله في كل لقاء سنتأمل مواضيع كثيرة مثل موضوع الكرامات والأولياء ونتأمل موضوع الظلم الكثير الذي نراه الآن لماذا لماذا نجد أن إنسان رزقه كبير إنسان ضيق الرزق لماذا نجد إنسان ملحد وإنسان مؤمن لماذا كل هذه التساؤلات حقيقة أنت إذا فهمت قضية العلم اللدني من القرآن مباشرة لن نتحدث خارج القرآن أبدا القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم سوف يرتاح الإنسان وسوف يتذوق حلاوة الإيمان وسوف تزداد حبا لله وستزول عنك هموم الدنيا أنا أحدثك عن تجربة مهما كان الهم كبيرا لن تأبه له سيصبح صغيرا جدا لأنك دخلت في مجال علم كبير أنا أحاول أن أبسط هذا العلم ولكن بالاعتماد على القرآن الكريم وكلام النبي وأحاديثه عليه الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر